أهمية أن الحب يترجم لفعل صحيح لا يبقى مجرد أقوال يبقى بالفعل حقيقيا يعني الحب الأخوة في الله هو الحب والحب شيء جميل لا أقصد به أبدا ما يعرض في بعض المشاهد في بعض الخيانات الموجودة لا ده الحب يا دكتور محمد يعني دعني أقول لك لو لا الحب ما بكت السماء وأمطاط لعطش الأرض هذا معنى الحب لو لا الحب ما التفى الغصن على الغصن هذا معنى الحب فالحب أن تعرف أن أخوك هذا قد توفي رحمه الله تعالى ويحتاج إلى الحسنات وأنت من خالص مالك تفعل له مثلا وصلة مياه تشايك في بير مية تعمله مثلا فسيلة نخل هذا يرفع من ضاجته ده معنى الأخوة إنما المؤمنون إخوة يا دكتور محمد معنى الحب والأخوة أن الحب هذا في الله قائم على أساس الدين تخيل لا يكتمل الإيمان إلا بالحب أمان إيه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه صحيح بالحب وحتى يحب الأخي ما يحب لإيه صحيح هذا معنى الحب وهذه أنواع الحب فإنما المؤمنون إخوة يبقى في حب في أخوة في تكافل والحب هذا قائم على أساس الدين يا دكتور أنا أحبك لأنك رجل مسلم تطيع ربك أبغض هذا لأنه رجل يعصي ربك فالحب قائم على أساس الدين يعني احفظوا هذا الكلام مني وسجلوه علي الحب قائم على أساس الدين إذا دخل في هذا الحب وفي هذا الأخوة تبادل مصالح وتبادل أهداف وأموال ومنافع ليس حبا في الله وليست أخوة للإيمان صحيح معروف ليه لأن لو العلاقة والحب ده كانت لحاجة معينة انفكت انفكت العلاق هذا إن كان من المتقين إنما لو حدث بينهما يا دكتور محمد خلافه المادي سمعنا عنهما ما لم نسمعه عن أبي جاهل وأبي لهب سبحان الله مولانا يعني أي حد مات وأي غالي وعزيز عليك اللي بتتفرج على الوقت من كامل حبك أنت طبعا يعني أميت حتى تشوفه لو دي أو خمس زي يعني طيب قدامك إنك برضو تقدم له مساعدة وتعمله صدقة جارية يعني أهمية الحب الحب يعني ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحببتم أفشوا السلامة بينكم صحيح السلام هو الحب صحيح سيدنا عيسى عليه السلام يقول والسلام وعلي يوم أولدته ويوم أموت ويوم أبعث وحيح شوف لما تكون تعيش كان هذا هو السلام صحيح وأفضل شيء تغضق عليه على من تحب أن تتصدق له يكيمه الله سبحانه وتعالى بحسنات لعلها تكون الناجية يا رب يا رب ربنا يرحم كل موتانا ويحفظكم جميعا وتقبل منكم كل أعمال الخير